نحن الآن على صعيد عرفات قبل ساعات قليلة من تصعيد الحجاج إليه لأداء الركن الأعظم في الحج وهو الوقوف بعرفة حيث يباهي الله بهذه الحشود أهل السماء ويشهدهم أنه قد غفر لهم هذه الاستعدادات التي نراها في كل اتجاه على صعيد عرفات لاستقبال ضيوف الرحمن من بين من يأتون إلى هنا هم أكثر من مليون حجم مختلف بقاع الأرض هناك حوالي عشرين ألف حاج من الحجاج المصريين بينهم ستة ألاف وأربعمائة حاج من حجاج القرعة بعثت حاج القرعة وعلى قدم وصاق استعدت لاستقبال هؤلاء الحجيج سواء من خلال المخيمات التي تم اختيارها بعناية بالقرب من جبل الرحمة وأيضا على المصارات المحددة للحافلات بحيث ييسر على الحجاج عند عملية النفرة أن يتوجه مباشرة إلى المزدلفة ومنها إلى ميناء هذه الاستعدادات والمخيمات بها كافة وسائل الراحة للحجاج سواء من تكيفات أو مبردات على مدار اليوم حتى غروب شمس يوم عرفة بعدها يتوجه الحجاج إلى مزدلفة ومنها إلى ميناء وهناك أيضا المخيمات والتجهيزات التي قامت بها بعثت حج القرعة للحجاج هناك سواء فيما يتعلق بالتكيفات ومبردات وما يتعلق بالوجبات الساخنة التي سيتم توزيعها على الحجاج سواء في عرفات وسواء في ميناء ما يتعلق بالسلطات السعودية بالطبع هي استعدادات كافية لاستقبال هذه الوفود والحشود الكبيرة بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا هنا في كل مكان هناك نقاط أمنية هناك انتشار أمن كبير هناك مسارات محددة للحجاج أماكن انتظار للحافلات أماكن خاصة بتلقي الرعاية الطبية والصحية للحجاج كل الأمور هنا ميسرة ومستعداد تام لاستقبال الحجاج أكثر من مليون حاج بينهم أكثر من 20 ألف حاج مصري لاستقبالهم لأداء الركن الأعظم في الحاج وهو الوقوف بعرفة ترجمة نانسي قنقر